ونختم أخبارنا المتنوعة مع فقرة سيرة فن ومع ضيف يعتبر من أهم الممثلين الفرنسيين تميز بأدواره التي تركت بصمة في تاريخ السينما العالمية من أوروبا إلى هوليوود إنه جيراردو بارتيو في لقاء خاص مع الزميل صبحي عطري يتحدث عن زيارته لأبوظبي وأخر أفلامه وأخباره نتابع اللقاء سويا جيراردو بارتيو هذا الرجل الظاهر الفريدة التي استطاعت أن تدخل القلوب وتحتل مكانة أقل ما توصف بأنه أهم الممثلين الفرنسيين دوبرديو الذي قال عنه ذات يوم المدير مدرسته أن هذا الولد سيصبح أما قاطع طرق أو ممثل لكنه فعلا أصبح ذلك الوجه الفرنسي لممثل تعشقه النساء سيصبح أبوظبي وزيارتك لأبوظبي سيصبح أم제 Bleتنغل القلوب سيصبح أبوظبي سيصبح أمجرquent حقود سيصبح أبي على الأ deepen العرصة دوبرديوًا وصف moderator على التعليقية عن المعاركة على المساوضة بسيطة ا عميز من معنا ايضا ونحن نحن بشكل محسن وحن أعرف جدا وحن أخبرتنا من أخبار وحن كانت محسن وحن أفضل من قبل هذا المعارك وحن نحن عمت بأس من أعنقل وصاحبه وبطل 165 فيلما سينمائيا وما يزيد عن الخمسة وثلاثين سنة قضاها في التمثيل لأفلام كثيرة أهمها تيرانو دوجيراك تحت سماء الشيطان، راقصات الفالس، العنزة والعربون ومؤخرا فيلمه مع كاترين دينوف المزهرية ما الذي يميز فيلم مزهرية عن أعمالك الأخرى وخاصة أنه آخر أعمالك هناك تقول لك فقط، نعم، 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 وضع من أعجابه من أجل أول شيء ممتع ممتع بغير في هذا الفيوم هو أن تشاديك المغزين بشكل عينيز أقوم به ممتع بشكل ممتع فيها وفي تشاديك فيها ممتع إذن قطعه أمممهم أمممهم أممم أممبر أممم ومن جنم أفصح مؤخراً دوبرديو عن سيناريو حياته في فصول كتاب صدر في بارس وهو حوارات مطولة عن بداياته المعقدة في المسرح والسينما طفولته وشبابه وعلاقاته بالشخصيات التي مثلها وبعض المخرجين والممثلين وحياته الخاصة أريد أن أسألك عن اطلاعك على السينما العربي هل تظلت على تجارب في السينما العربي؟ J'ai fait un film avec un Algérien Je pense qu'il y a dans le cinéma arabe des choses qui sont très profondes qui font partie un peu de la... c'est un peu comme le respect du Ramadan par exemple ils sont très respectueux de valeurs qui sont en eux et je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup Dans la littérature arabe il y a des choses exceptionnelles et je pense qu'ils sont très fidèles aussi au cinéma arabe نهايةً أود أن أسألك عن آخر مشاريعك على ماذا تعمل حالياً ما هي مشاريعك المستقبلية والقادمة؟ J'ai beaucoup travaillé à l'opéra là avec Ricardo Mouti avec Valélie Gallief à Saint-Pétersbourg où j'ai fait Oedipus Rex qui est pareil qui fait partie de la tragédie elle est grecque mais elle pourrait être arabe aussi et là j'arrive de Chicago où j'ai fait l'Helio de Berlioz qui sont des récitants sur les films là j'ai un film qui va partir à Berlin qui va sortir à Berlin sur la maladie d'Alzheimer et puis je travaille surtout la restauration j'ai aussi une poissonnerie j'adore les pêcheurs, j'adore la pêche et puis j'adore le commerce j'adore les marchés, j'adore les soucs j'adore les... et je me sens très à ma place dedans plus qu'à Hollywood Nihayetan, Oulidaan Ashkouroujoudaak Maana Shwukarallaka al-tawajuduka ma'ala Kana Trotana Ah bien Watana, merci à Al-Walid et à monsieur Tarak Benhamar que je connais bien qui travaille avec monsieur Al-Walid Merci Merci beaucoup